اشتركوا في القناة اقيمة اليوم السلساء 19-2-2019 وفي اطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدور المصر الممتاز مباراة واحدة والتي جمعت بين بيرامدز والجونة والتي انتهت بفوز الجونة على بيرامدز بهدفين مقابل هدف احرز اهداف الجونة اسلام عبد النعيم الهدف الاول في الدقيقة 51 يليه هدف احمد ياسر ريان في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليحرز بيرامدز في الدقيقة 78 هدف حفظ ماء الواجه عن طريق عبد الله السعيد وبذلك يصبح ترتيب جدول الدوري كالتالي المركز الاول فريق نادز زمالك برصيد نقاط 51 في 20 مباراة المركز التاني بيرامدز برصيد نقاط 45 في 23 مباراة المركز التالي فريق النادي الاهلي برصيد نقاط 42 في 19 مباراة المركز الرابع مصر المقصة برصيد نقاط 34 في 23 مباراة المركز الخامس المقاولون العرب برصيد نقاط 31 في 22 مباراة المركز السادس الانتاج الحربي برصيد نقاط 31 في 22 مباراة المركز السابع المصري برصيد نقاط 29 في 21 مباراة المركز التامي الاسماعيلي برصيد نقاط 27 في 19 مباراة المركز التاسع الجونة برصيد نقاط 26 في 22 مباراة المركز العاشر طلاع الجيش برصيد نقاط 25 في 22 مباراة المركز 11 حرص الحدود برصيد نقاط 25 في 22 مباراة المركز 12 سموحة برصيد نقاط 25 في 22 مباراة المركز 13 للتحاد السكندري برصيد نقاط 24 في 22 مباراة المركز 14 الدخلية برصيد نقاط 22 في 22 مباراة المركز 15 مبي برصيد نقاط 21 في 22 مباراة المركز 16 فريق النجوم برصيد نقاط 21 في 22 مباراة المركز السبعتاشر ودي ديجلا برصيد نقاط 20 في 23 مباراة المركز الأخير بيترو جيت برصيد نقاط 19 في 22 مباراة في النهاية بشكر حضرتكم وأتمنى أن يكون الفيديو حازع على إعجابكم لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته